بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بإذن الله طبعا هنتكلم عن الفيديو النهاردة هيتكلم عن صغرة انترداد في دافون طبعا الكل عارف ان صغر رجع التاني نزلت كونفجات من فترة كده او من يومين تقريبا والكونفجات نزل عليها تحملات كتير والضغط تزاد عليها فالكونفجات بدأت تبطأ مع بعض الناس فبإذن الله النهاردة كدت بنزل طبعا الكونفجات لبرنامج الابكي كاستم نسخة المعدلة منه النهاردة بإذن الله جايب لكم كونفجين لكل برنامج نزل لكم كونفجين لبرنامج الابكي كاستم والإي بروكسي والإتش تي تي بي انجيكتور بأتاونت إتش جديد وإي بروكس تاني بإذن الله هيبقى سريع مع كله النهاردة طبعا سيوم سيب لكم الرابط في الديسكريبشن بتاع الفيديو أهم حاجة في الفيديو ان انت تحمل النسخ المعدلة من البرامج الاتش تي تي بي انجيكتور ولإي بيكاسم ولإي بروكسي عشان في حاجات متعدلة في البرمجة فيه برمجة البرنامج متعدلة في حاجات علشان المشكلة اللي بتزهر عند بعض الناس اللي بتزهر عندهم اللي اي مشكلة الـ 503 اللي اي ارور 503 او ارور 302 المشكلتين دول بتحلوا معا النسخة المعدلة بالبيلود الجديد باكاونت الاس اس اتش والبروكسي اه طبعا زي ما اقول لكم البرامج والكونفجاب بتاع كل برنامج اكون سابقا لكم فيه الديسكريبشن اه بتاع اه الفيديو اه هنجرب دلوقتي مع بعض كونفجاب برنامج الاتش تي تي بي انجكتور وهنشوفهم مع بعض دلوقتي طبعا انا اصلا بركب الكونفج اللي هو الكونفج الاولاني هنا ومشغل البيانات الهاتف بنعمل ستارت ونخش نتابع طبعا زي ما قلت المرة اللي فاتت الصغرة بتشتغل على النقطتين والوصول نقطة واب ونقطة انترنت بتشتغل على الاتنين عادي جدا ما فيش اي مشكلة اه بيتاخر شوية في اول مرة يعني لحد ما زي ما انت شفتوا خدوا معاني تقريبا نص دقيقة في اي نص دقيقة وحوالي عشرين عشرين ثانية في الحدود دي طبعا زي ما انت شايفين برنامج لقط معانا جدا نتخش نتأكد ان نتشغل مع بعض زي ما انت شايفين نتشغل معانا زي الفل ماشي كده زي ما انت شايفين معانا اولا مع حضراتكم نتشغل معانا حلو جدا اه ده الكونفج الاولاني من برنامج الاتش تي تي بي ماشي اه ممكن نجرب برضو التاني عشان نتأكد ان التاني شغل برضو استعاني عبدالما تكون في الحد في البرنامج ونعمل ونخش نشوف طبعا يا رب الكونفجات السرعة بتاعتي هتعجبكم تمنى السرعة تعجبكم وبإذن الله آآ في بيلو جديد هنزله آآ هنزل عليكم في الجاب بإذن الله بإذن الله ممكن يكون اسرع الى حد ما من آآ بيلو دوت طبعا هنستنى شوية زي ما انت شايفين الكونفج ده بتاخر شوية ولكن آآ بيشتغل معانا زي الفل طالما جد ستيت متين آآ كونكتد آآ خلاص كده الكونفج شغال معانا ولكن هتأخر شاب لما يلوت ممكن نروح على هوم ونعمل ونرجع نعمل تاني لشان نتأكد ان نشغل اخر شوية بس ولكن عادي بيشتغل معانا زي الفل على حسب الشبكة اللي عندك بس انا عشان الشبكة عنده ضعيفة شوية فما بيرقودش من اول مرة زي الاولاني الاولاني كان البروكسي بتاعه حلو ده بروكسي بتاعه مش قوي بس تشغال برضو وهنتابع مع حضراتك هنشوف هي وعدة دي زي ما انت شايفين كونفج اشتغل معانا خد من اتنين وثلاثين تاتة وثلاثين يعني خدت حدود دقيقة او كام مثلا حوالي خمسين آآ ستين ثانية عشان يشتغل برضو صلياته حلوة مش وشة هنشوف دلوقتي مع بعض انها بس لازم نقفل الاول ونفتحه تاني علشان ياخد البروكسي الجديد نشوف مع بعض دلوقتي زي ما انت شايفين الكمفج شغال معانا نازل زي الفل وصراعته حلوة طيب آآ طبعا ده الكمفج جيم بتوع برنامج اه مش عايز اطول عليكم طبعا الروابط اى بقى سبها لكم في بتاع الفيديو زي ما انت شايفين رابط البروكسي سريعا كده مش هتطول في فيديو هنجرب اه واحد كمان في اللي بكي كاسم. لبقى انا معلم عليه اساسا بي اه اكاونت جديد على سيرفر اللي هو فرنسا. تلاتة برضو عشان الناس اللي عايز تعمل اكاونت خاص بيه. فرنس تلاتة في اه موقع فاستش دوت كوم. طبعا هنستنى عادي جدا و مفيش اي مشكلة هيولقوا معنا بس نستنى شوية. طرى ما جاب اه متين يبقى شغال ولكن هو بس اتاخر شوية بلا ما يلوت. زي ما انتم شايفين يشتغل معنا زي الفل. اه طبعا اتمنى يكون الفيديو اعجابكم. لو الفيديو اعجابكم بتعمل لك الفيديو وتعمل لك بالقناة. مستني كومنتاتكم اشتغل عند الناس عشان فيه بعض الناس في الفيديو اللي فات ما اشتغلش عندهم. اهم حاجة في الكلام ده كله ان انت لازم تحمل النسخ المعدلة من البرامج. علشان اه تقدر تشتغل عليهم اه بطريقة بطريقة سليمة وما يهنكش عند حد او يجيلوا رسائل غلط. طبعا برضو بنزل لكم في الجيم باذن الله شغالين. بس اش هستطيع لكم في الفيديو عشان نجيبهم. اه احنا حبيت ان نزل التالب برامج دول علشان دول اكتر تالب برامج مجهورين. الناس بتشتغل عليهم. نزلت مرة اللي فاتت. وكانت ناس كتير عايزة. نزلت لكم. اه تمنى يكوني في فيديو عجبكم. اه بكده نكون وصلنا للهاتف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.